معنا الأستاذ لاشين يا أهلا يا أستاذ لاشين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إزاك يا دكتور ربنا يبارك فيك الحمد لله والله يا دكتور أنا من أكتر معجبين بك والله ربنا يبارك فيك ده من زوءك الله يخليك يا دكتور الله يخليك بعد إذنك يا دكتور فضل دلوقتي يا دكتور أنا بعاني من حمر متزميع القلب وباخد حوالة البنسيرين كل شهر تمام أنت عمرك كم سنة؟ أنا عندي 17 سنة حبيبي ربنا يحفظ عليك تمام بس أنا يا دكتور بقال دلوقتي زيادة عن 12 سنة باخد الحقنة دي تمام بس عايزة بطالها إزاي تمام إحنا إنت تفتكر إحنا بناخد الحقنة ليه وأنا ححكي لك قصة البنسيرين على قد ماقدر إنت بتاخد الحقنة علشان ما تحصلش نوبة التهاب في المنطقة بتاعت الزور فتيجي لنا المشكلة المناعية بعد إذنك يا دكتور أه تفضل أنا لسه عامل عملية اللوز فلسه فيها صديق تمام فدي أتأثر على البنسيرين ولا إيه استقصلك للوز ده حل جزء من المشكلة كبير لكن استمررنا على المضاد الحقيقي أنا مش عايزة أقولك إنه في بعض الدول يعني الولايات المتحدة للمهاجرين مثلا لديهم اللي جايين من بلادنا وعندهم حمى الروماتيزمية ما بقوش بيوقفوا الحقنة عند 25 سنة لكن هي الفكرة إن إحنا بناخد حقنة البنسيرين مش دي للوقاية مش من الحمى الروماتيزمية دي من الوقاية من إن يجي لنا البكتيريا العنقودية اللي بتعمل مشكلة مناعية تتشابه مع المشكلة بتاعت القلب فتسبب يعني الالتهاب بتاع الحمى الروماتيزمية المعروف اللي إحنا بنشوفه هحاول طبعا أقولك يعني إيه حمى الروماتيزمية لكن ما قدرش أقولك إن إحنا نستطيع توقيف الحقنة طبعا للأسف ما ينفعش بأشكرك يا لاشين على يعني لكن بدأ بنكلم عن الحمى الروماتيزمية الحمى الروماتيزمية في لها حاجة اسمها مواصفات كبيرة ومواصفات صغيرة جزء منها مرتبط برسم القلب مرتبط بالحركات اللا إرادية مرتبط بالألام بتاع المفاصل المشكلة بتاعت القلب مش كل المواصفات دي بتحصل في حاجات جلدية بتبقى بينة في الحمى الروماتيزمية هي بتيجي نتيجة البكتيريا اللي هي الستريبتوكوكس العنقودية اللي بتبقى في الزور هذه البكتيريا ممكن تصيب كل الناس بس هل كل الناس هيجي لهم حمى الروماتيزمية لا في ناس منهم هيجي لهم بعد ما يجي لهم هذا الالتهاب يجي لهم دم في البول دم في البول بعدها باربعتاشر يوم يعني هي حاجة مشابهة ده حاجة مناعية حاجة مناعية ترسيب هذه الأجسام المناعية داخل الكلا أدى إلى مشكلة في الكلا لا الموضوع التاني بقى بتاع الحمى الروماتيزمية اللي احنا بنتكلم عليه ده هذه الأجسام المناعية بعد ما الدور انتهى نزلت على بقت متشابهة عملت أجسام مناعية خلت الجسم يعمل أجسام مناعية متشابهة للغشاء بتاع القلب الداخلي وصلت مماط القلب فأكتر حاجة تخلي هذه الخلايا المناعية تهاجم قلبنا احنا اللي بنهاجم نفسنا وتؤدي إلى الالتهاب الحمى الروماتيزمية المعلوم لدينا بما فيه من مشاكله المرض اللي هو الحركات اللا إرادية الحاجات اللي تحت الجلد زيادة في منطقة في رسم القلب حاجات بنقدر نشخص بها هذا الكلام ارتفاع في سرعة الترشيب الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي ففيه حاجة اسمها الكريتيريا الكبيرة والكريتيريا الصغيرة لتشخيص هذا المرض لكن لابد من الوقاية منه وان احنا نتعاش لكن ما نقدرش نقول ان احنا نوقف الحقنا ده بالنسبة لكلمة حمى الروماتيزمية ترجمة نانسي قنقر